بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدان فرحان إن احنا مع بعض حلقات أصحاب السعادة أصحاب السعادة هم اللي بيقبلوا على الزواج أو بيقبلوا على إنهم يجددوا حياتهم الزوجية والحلقات اللي احنا بنعملها دي حلقات التمهير الزواجي وإكساب الأزواج المهارات حلقات احنا من الأول بنعملها عشان فيه فجوة كبيرة جدا 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 ما بين الناس وبين مفهوم الزواج فايدة المهارات دي نتقرب الناس إلى مفهوم الزواج الصحيح الزواج اللي فيه الناس بتسعد من أقرب طريق مش محتاجين إن هم يبزلوا مجهود ضخمة قوي عشان يبقوا سعداء لا السعادة عندهم بتكون حياة بيمارسوا السعادة بيعيشوا السعادة أصحاب السعادة هم اللي فاهمين القانون ده أن السعادة ليست فكرة ولكن السعادة حياة طب عشان نعيش السعادة محتاجين إيه؟ محتاجين إن احنا نكون عندنا مهارة إن احنا نمارس السعادة من المهارات المهمة اللي احنا بنتكلم عليها واللي هنتكلم عنها النهاردة مهارة محتاجينها بشدة تكون موجودة في بيوتنا كل البيوت والمهارة دي لابد إن احنا نستعدلها من بدري وعدم الاستعداد من بدري بالمهارة دي ممكن يخلي فيه مشاكل تقع وإحنا نكون في غنى عنها وبالمناسبة المهارة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة دي بتجيب معاها جملة من المهارات حزمة من المهارات عشان كده لو قدرنا نمارس المهارة دي هنقدر نوصل لتعلم مهارات تانية ونوصل لحياة زوجية هادية مرنة سعيدة واسعة مليانة بالفرص الكتيرة جدا 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 للسعادة والراحة البال وكمان للهدوء النهاردة عن نكلمكم عن مهارة عزيزة عزيزة لإن هي لو الإنسان أتقنها بتتسع حياته المهارة دي مهارة إيه؟ مهارة التصافي الزواجي لو جيت سألت الأزواج اللي هم بيعيشوا إيه اللي بيتمناها أول ما يجي يدخل على الزواج إن احنا نعيش في هدوء وصفاء طب إنت عايز تعيش في صفاء يبقى لازم عشان تعيش في صفاء إيه اللي حاصل؟ يكون عندك قدرة على عيش هذا الصفاء أهل مهارة دي هي اللي بنسميها التصافي الزواجي وعشان نعرف يعني إيه تصافي الزواجي خليني أقول لكم حكاية صغيرة جدا جدا عن شعر من شعراء العرب وبيقول بيت من الشعر مهم جدا 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 سمعوا الخليفة المأمون وهو بيقول وإني لمشتاق لظل صاحب يروق واصف إن كدرت عليه يعني إيه؟ يعني أنا مشتاق لصاحب هذا الصاحب يبقى صافي وإن اللي حاصل؟ ويصبر علي ويتفضل حياتي الصداقة اللي بيني وبينه تفضل على حالة حتى لو أنا تكدرت عليه فالخليفة المأمون قال له إيه؟ أعطوني هذا الصاحب واخذه الخلافة الخليفة المأمون لإنه زكي كان قصده إيه؟ إن الصاحب اللي قلبه بيصفى بيصفى له حتى لو هو عمل شيئي وكدره ته صاحب هزيزي قوي ده وأغلى من الملك والجاه آه هنا بقى هنقدر نعرف حاجة مهمة قوي الزوجة أو الزوج اللي هو بيصفى بسرعة واللي هو ما بيتكدرش ده بالله عليكم اللي يلاقي ده أو اللي يقدر يكون ده عضوا عليه بالنوازج مسكوا فيه ده ما يتفوتش وإحنا عارفين إن الزوجة لها اسم تاني على فكرة ورد في القرآن اللي هو الصاحبة والزوج كمان ليه طيب؟ لأنه كأن القرآن بيقول لنا الصاحبة يعني صاحب يعني المفروض يكون فيه هادي الصفة اللي هو بيصفى الصاحب عشان تطول الصحبة لازم يكون فيه التصافي ولذلك الجواز بما إنه الجواز ده ممتد ومستمر ما ينفعش يستمر من غير التصافي وعشان كده الزوجة اللي بتصفى لزوجها والزوج اللي بيصفى لزوجته مهما صدر منه ومهما صدر منها أشياء تقدر أو تدايق الزوجة أو الزوجة ده كنز غالي ما يتفوتش طب انت يا زوجة وانت يا زوج زواج لسه مقدمين على الزواج أو عايزين تجددوا الزواج عايزين ترجعوا وما يتفرطش فيكم أو ما تحسوش إن انتوا قليلين عليكم بالمهارة اللي احنا بنتكلم عليها مهارة التصافي الزواجي اللي هي ايه اللي بتخلينا قادرين نتعامل بصفاء قلب مع شريك حياتنا وننسى أي شيء دايقنا مش بس نسامح لا نعفو قلوبنا تصفى كأنه ما حصلش أي شيء وده اللي بيحمينا من سم التراكم لأن التراكمات دي سموم بتسري في قلب الجواز وبتخلي قلوبنا ما تقدرش تتحمل الحياة ولكن لما ده يحصل التصافي قلبنا بيتحمي وكذلك الحلم ويبقى عندنا حلم وصبر بيبقى سهل وإذا ما كانش الكلام ده موجود بيبقى صعبين جدا وكمان التواضي بيبقى صعب لغاية ما الحب يفضل يقل يقل لغاية ما يتلاش خلينا أقول لكم أن من أكتر الصفات اللي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمهنة عشان يقدر يقول رحمة للعالمين يوسع قلوب الناس كانت صفة عجيبة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وما بيلومش حضرة النبي وما بيشتكيش ما تشوفش حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيشتكي من حد من الناس طب المهارة دي بما أنها عزيزة أوي بتخلينا ماشينا على سنة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك وإنت ما تلاقوش مرة بعد مرة قال للسيدة عائشة قال لها كلام بيفكرها بيلوم على حاجة حصلت زمان ما حصلش ليه؟ عشان حضرة النبي بيعلمنا مهارة التصافي الزواجي طب نعمل إيه؟ عشان نبقى ماشينا على السنة دي وعلى المهارة دي الروعة أول حاجة نبتعد عن هرم النكة دي الزواجي إيه هرم النكة دي الزواجي؟ ما تقولش إن انت أول مرة تسمعوا مني لا هرم النكة دي الزواجي دي احنا تتكلمنا عنهم قبل كده اللي هو إيه؟ اللوم الشكوى الانتقاد فكتير من المشاكل الزوجية بترجع أصلها لواحد من ثلاثة دولة أو الاثنين من الثلاثة دولة أو الثلاثة طب إيه اللي بيخلينا مش عارفين نبطل هرم النكة دي الزواجي الثلاثة دولة اللوم والشكوى والانتقاد عشان عندنا ظن إن إحنا إن حقها يضيع لو ما طلبتش بيه عن طريق الثلاثة دولة أنا لازم أضغط لازم أضغط عشان أخد حقي لازم أضغط بقلوم لازم أنتقد لازم أنتقد لازم أشتكي وعندنا قانون زي ما بنعمله في الشغل يعلمه الناس في الإدارة ساعات كده حركات في الإدارة من الحاجات الشعبية اللي حقيقة بتبوزة يقول لك إيه الأم لا ترضى إلا الطفل الذي يبكي كل ما تضغط وتشتكي كل ما تقدر تحصل على مطالبة فيه ناس بتاخد واخد القاعدة دي وتحطها في البيت فالثلاث حاجات تقول اللوم والشكوى والانتقاد يفسدوا أي إيه يفسدوا أي تصافي فلازم أعبر عن أني متدايق من المواقف دي بإني ألوم عشان أخد حقي أو أنتقد واشتكي شريك حياتي بس ده على فكرة بيخلي شريك الحياة يفقد التفاهم معك وده حاجة من الصحية فالتفاهم اللي بيخلينا مش دولة اللي بيخلينا العلاقة تستمر ولا تبقى حسن لكن التفاهم التفاهم بيخلينا نقدر ندير العلاقة ويخلينا نفتكر الشعر اللي بيقول وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع فما يصحش نوقف عند الزنب الواحد وننسى كل المحاسن دي اللي موجودة في شرك حياتنا آه كويس قوي يبقى بطلنا لوم بطلنا شكوى بطلنا انتقاد ننتقل بعد كده نعمل إيه؟ نبادر لما يحصل حاجة نبادر للصلحة وتقليل مدة الخصاب لأن من أشد الأشياء تأثيراً على التصافي الزواجي هو أن احنا نسيب بعض ونسيب الخلافات تاكل فينا وتبقى الخلافات موجودة بدون حلول فالخلاف يكبر ويتشعب ويروح لمجالات كتيرة بيننا فلو الخلاف مثلاً اقتصادي وما تحلش فلاقيه بيوصل لتربية الأولاد والعلاقة بالأهل وغيرها من المجالات لأن الزجين هيكونوا في حالة احتقان بسبب الخلاف فايه؟ فهيربطوا كل شيء ببعض والخلاف على الأمور الاقتصادية يعتبر من أهم وأكبر عوامل الخلاف لذلك احنا بننصح دايماً الزجين بالبعد عن التبذير والإصراف لأن ده بيخلي شرك حياتك حاسس إنك مش حاسس بيه ومش مقدر تعبه في شغله عشان يسرف على البيت ويخلي البيت ويكف البيت فأنت ببساطة بتضيع الفلوس على كلام فاضي على حد تعبير مين؟ الزج المتضرر من الإصراف والتبذير وبعض الناس بتلجأ للإيه؟ للتسوق عشان يعوضوا بعض الزج مثلاً كنوع من أنواع تعديل المزاج بس ده ممكن يتحول لنوع من أنواع الإدمان ويصبح اضطراب نفسي اسمه هوس الشراء فلابد إن احنا نكون حذرين في طريقتنا وتعاملنا مع مسألة الشراء وما نشتريش إلا الأشياء اللي بنحتاجها وبتعود علينا بنفع حقيقي على بيتنا ونزال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في مسألة الخلاف دي قاعدة مهمة سيدنا أنس بيحكينا إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله ولا يحل المسلمين أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام فأخو الإسلام هنا فأخوك في الإسلام بيشمل بقى زوجتك وأولادك وكل من معك فبيشمل للناس كلها فتتعامل معهم وأول حد لازم تعرف أنه ما ينفعش تتباغض معه ما ينفعش تهجره هو شريك حياتك فلازم ناخد بنا وما نهجرش أحبابنا وما نخصمهمش بالأيام فالأيام دي لو قضيتها في اخصام هترسمه لبعض صورة الوحش القاسي اللي مش فارق معه زعل حبيبه تحضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان سريع الفيئة زي ما قلت لكم ونزلك في بيوت كتيرة جدا 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 اتهددت وبقت فيه خبر كان بسبب إيه؟ بسبب أن أمه هو قال والله ناسبها لغاية ما تصفى لا ما تسببها لغاية ما تصفى افضل وراها لغاية ما تصفى فيها هو ده أصول التصفى كده أصول التصفى اللي فيه مفعلة تفضل لغاية ما تروح وتخليها تصفى لكن تسبها كده وهي تصفى مع نفسها وانت في قرارة نفسك وانا اروح تزلل لها وانا اروح تزلل له ده مزل ده محبة ده هد ده تصفى ان الواحد يبادر وانسيت أقول لكم هو هي الأحاديث اللي قالها حضرة النبي دي محطوطة المين وانزايك أهم خطوة هي خطوة المبادرة بالصلح وتقليل مدد الخصام لأن حضرة النبي قال فخيرهم الذي يبدأوا بالسلام يبقى اللي يبدأ بالسلام ده عنده مهارة التصافي الزواجي يبقى لازم نسارع بالتصافي حاجة التالتة والخطوة التالتة يبقى الخطوة الأولى نوقف هارم النكد الخطوة التانية نبادر بانهاء حالة الخلاف وحالة الخصام حاجة التالتة عدم السمح بتدخل الآخرين احنا عارفين ان الخلاف لما يخرج بره اتنين بيكبر ويتسع وتبتدي اكتر حاجة بتحصل لما بداخل حد تاني تبتدي رؤى توضع لهذا الخلاف يا سلام لما تروح على جروبات المميز بقى ولا تروح على جروبات الخلافات الزوجية ولا الارشادات الزوجية ولا الكلام يروح لأمها وامه فيبقى عندنا عندنا ايه عندنا وحلة من الكلام والخلاف يتسع فتلاقي الزوجين لو لجأوا المعارف او الاهل او الاصحاب عشان يحلوا بينهم مشكلة يبتدوا يحكوا عن اللي حصل مثلا بجانب الاراء كتيرة مشتتة والممزقة انا بسمعاش مشتتة الاراء كتيرة اللي بتتقل دي بتمزق الزواج بتقطعه لكن فيه مصيبة تانية بتحصل اني عطر بدنا انا بكلم مع الاهل احكي فتلاقي الزوجة تزعل وتقول معقولة تقول على التفاصيل اللي بيننا طب هيقولوا علي ايه والزوء برضو يقول ازاي تقولي حاجة زي كده انت صغرتيني اصادهم اصاد اهلي اصاد اصحابي فلازم نرى ان احنا نحاول قدر الامكان نديري خلاف بيننا في الغرفة الخاصة بتاعتنا ما يطلعش خلاف بره الغرفة دي وبالزاد امام الاولاد طب لو احتاجنا الاستشارة ومشهورة نروح لأصحاب الخبرة او الاهل اللي معروفين بالحكمة وتبقى في قضيق الحدود ونبقى مؤمنين للشخص ده وعارفين ان هو من اهم صفاته ان هو مش مفشي للأسرار يبقى لابد ان احنا نراعي ان ما حدش فينا يقبل او يسمح للأطراف اللي بنستشيرهم ان هم يذكروا الطرف الآخر كمان بسوق ودي حاجة مهمة جدا من قواعد الايه من قواعد الاستشارة مروحش انا استشير حد كبير في العيلة فايزا بيه يقعد يسود لي سورة زوجي او هو يروح يستشير حد من العيلة يخليها والعاذ بالله بنت مش بتربية الكلام ده ما ينفعش دي مش استشارة دي ورطة والدخول في المغارة المظلمة اللي مش هنطلع منها لان ده يخلي القلوب تشيل من بعضها وشوف حضرة النبي علمنا الادب ايه علمنا ايه حضرة النبي قال لا يبلغني احد عن اصحابي شيئا فاني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر ما حدش يقول لي حاجة يبا وكان الاخبار دي بتخلي الواحد صدره يتغير واحنا مش عايزين حد صدر يتغير رابع خطوة يبا احنا مشوف ماشين ازاي اول خطوة عن خلص على مسلس النكد داني خطوة نقلل موضة الخصام ونبادر للصلح وخيروهم والذي يبدأوا بالسلام دا لتخطوة ان احنا ببساطة خالص 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 نحاول طول الوقت ان احنا نعمل ايه نمنع التدخلات اللي ممكن تزود فترات عدم التصافي ونقدم رؤى ويقدمونا رؤى وقراءات كتيرة جدا 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 للخلاف ده احنا مش في حاجة اليه رابع حاجة نعمل ايه عدم ذكر المواقف السلبية بعد ما نوصل لحل الخلاف يجب ان احنا ما نرجعش تاني نفتح الملفات القديمة وانا بقول لكم ارجعوا لحلقات اتكلمنا فيها عن كيفية التخلص من الملفات القديمة وازاي نقدر نعمل ده ونقعد نفكر بعض بقى باللي حصل واللي جرى وانت قزتني وما قزتنيش كل الكلام ده خلاص بعد ان انتهينا من الخلاف خلاص فما فيش داع نجدد الخلاف في ذكرها فكل اللي انتهى لازم ما نرجع لهش تاني عارف احنا بنرجع للحاجات اللي احنا انتهينا منها ليه لان احنا مش حاسين بأمل في المستقبل وكأن حياتنا هي بس الماضي لا حياتنا فيها وسع كبير الناس دايما عندها تعبير اللي جاي مش قد اللي راح لو كان اصدق ان انت بتحفز نفسك ان انت تكتهد انا عندي محفزات تانية ان الحياة اللي جاي اوسع فمحتاج عمل اكتر فاللي جاي اوسع من اللي فات لان اللي جاي اللي فات اتحصر فمحدود لكن اللي جاي في علم الله الواسع وفضل الله الواسع فاللي جاي أوسع من اللي فات ياريت نقول الكلام ده مش اللي جاي مش هيقول تكون أكتر من اللي فات لا اللي جاي أوسع من اللي فات لأن ما عند الله سبحانه وتعالى خير وأبقى فاللي جاي ده ما عند الله فلازم نتعامل معاه لأنه أوسع وبلاش طريقة أصلي أنا لازم كل شوية فكروا تفكروا بإيه با؟ فكروا باللي فات وفكروا أن أنا سمحته على اللي عمله معايا عشان إيه؟ ما ينساش نفسه ويرجع يكرر الغلطة دي تاني وهو ساعدت بنزود عليها حاجة لطيفة كده ويعرف إمتي برضو بس ربنا سبحانه وتعالى قال وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم يعني إيه؟ آه ده احنا بنفتح الباب لخطوات الشيطان وخطوات الشيطان دي ما بتوديش إلا إلى جهنم إلى النار والمكايد والضيق والحرج عشان كده ذكر السلبيات بيفتح باب الشيطان عشان يدخل بنا وتتجدد الخلافات رابع حاجة نذكر المحاسن بشكل دوري محاسن كل واحد فينا بشكل دوري ومن أهم العوامل اللي بتساعد على التصافي إنكم تفتكروا بعض المحاسن والمميزات اللي شريك حياتك ده غير المسألة اللي إيه؟ لما احنا قلنا نسرع ونبادر بالتصافي ده غير ده لأ ده احنا هنذكر بشكل دوري يوميا نمتن البعض يوميا نذكر بعض يوميا نذكر محاسن بعض فلما نمتن على وجودنا مع بعض وياريت لو تكتبوا المواقف الإيجابية دي بينكم في كده في دفتر بيجمع محاسن الأخلاق اللي بتتعاملوا بيها مع بعض ويبقى الدفتر ده اسمه ديوان التصافي وكل ما يحصل خلافه أو يتعكر صفوكه نعمل ايه؟ نرجع للكراسة دي ونقرأ في الديون ده عارف ده زي ايه؟ زي ألبوم الذكريات ألبوم الذكريات بيدخل على قلوبنا السرور ويخلينا نحس بإن إحنا الأيام دي كانت مليانة بهجة كذلك ده علمنا قد إيه إحنا قدرنا نتجاوز ويساعدنا عن إن إحنا نرجع تاني نصفه ويكون فيه دافع للتغاضي والمسامحة والتصافي يا سادة ربنا سبحانه وتعالى أراد النواة يعلمنا إن دخول الجنة بيكون بالقلب السليم فقال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إحنا عايزين نعيش الدنيا كده نعيش الدنيا يبقى أخلاق أهل الجنة نعيش الدنيا بي ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر المتقابلين عايزين نبقى على سر المتقابلين في الدنيا قبل الآخر عايزين نبقى متصافين فاللي يستطيع إن هو يعيش بقلب سليم عايش في نعمة الله سبحانه وتعالى وفضله في الأولى قبل الآخر ليه إن الزواج ده تعالى فكرة محراب بنعبد فيه الله سبحانه وتعالى كل واحد فينا محراب الزوج محراب لزوجته والزوجة محراب لزوجها ونذلك أفضل ساحة نعبد ربنا فيها هو البيوت أفضل ساحة ممكن نعبد ربنا فيها وشرك حياتنا ليه؟ لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا خيركم وخيركم خيركم لأهلي يبقى لليل حاصل يبقى لازم نتعلم مهرة العيش بالتصافي عشان نوصل للسعادة في الدنيا والآخرة إحنا لازم نكون على ده لأن اللي بعيش في الصفاء ده لإني سألوني أني تسكن السعادة قلت لهم واحد شارع الصفاء يا رب جعالنا من أهل الصفاء ومن أهل التصافي ونفضل دايما في صفاء وفي رضا وفي سعادة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين الفاصل ونرجع لحضراتكم عشان نستقبل أسئلتكم ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بينامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليه أسئلتكم ببركة ونخصص لها وقت عشان نجيب عليها ولكن نسبحنا دلوقتي نتلقى أول سؤال من أستاذة إيمان أستاذة إيمان اتفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا بس عايزة أقولك أن أنا قاعدة بالصوت قدام التلفزيون والكلام اللي حياتك بتقوله ده ربنا سبحانه وتعالى بعتهم لي الحمد لله أنا بس بشير حضرتك أنا واحدة في الدنيا وقفة طولي عندي مشكلة كبيرة ومش مدخلة أي حد خالص زي ما حياتك بتقول أنا بقالي 29 سنة محافظة على بيتي ما بدخلش حد عشان الدنيا زي ما حياتك بتقول كده من التجارب اللي الواحد حوالينا ما حاولتش من أربع سنين بيتي تقلب رأسا على عقب في واحدة سنية عارف حد زوجك حضرتك عارف حد؟ ايه؟ زوج حضرتك عارف حد؟ اه من أربع سنين والستة دي كانت متزوجة وقالت إن جزها رمي عليها اليمين الله أعلم بيها بس جزها قال لا أي أن كان فضلوا سنة مع بعض وانا عرفته كان في مشاكل وبعد كده في ضمن منوشات بقى اللي هو الانشك والغيرة والموضوع انتهى وما انتهاش لغاية ما اكتشفت من شهر إن هو متزوجها رغم إن هو يعرف كل حاجة عن الستة دي وأي أن كان ظروفها ظروبتها سلوكها ويقال كمان إن الستة دي أنا عرفتها أنا بس رجع من عمرها تبقى سام ويعني مؤمنة وصواتي مؤمنين ومصليين طيب خلينا نركز خلينا نركز عليك أنت وزوجك وسيلك منها دلوقتي لا لا أنا بس كده أقول لك إنها بيقولوا أنها معها ميرت يا ستي ما أنا قلت لك مش أنا عندي مش أنا حسيت مش أنا حسيت أنا عايزة نصيحة أنت تقولها لي زوجة 29 سنة معاها ولدي مش مدخلة حد أعملية فضلة الشيخ أنت بقى لك 29 سنة مع زوجك أنت دلوقتي بقى لك 29 سنة مع زوجك صح؟ آه وإنت لسه عارفة إن هو تزوجها من شهر آه تزوجها زواج موسق صح؟ آه آه أنا طلعت وراءه وعرفت آه يعني أنت روحت عملت قيد عائلي وفعرفت آه وعرفت يا خند طيب إنت قلت إن أنا يعني شلت مع الشيلة عارف القفة اللي بيشلوها اتنين كويس يبقى سؤال حضرتك يعني مش هقول هو بيقول سؤال حضرتك دلوقتي هو إزاي أتعامل مع زوجي اللي تزوج علي ومقدرش 29 سنة اللي أنا كنت معاه فيها صح كده؟ آه وفروق فروق يا فندم يا دكتور فروق دي مستوى تاني خالص وجاء من حتة تاني وأخلاقية تاني وسحر وحاجات كده يعني أنا أجاوب حضرتك أجاوب حضرتك يا أستاذ إيمان بص يا أستاذ إيمان عشان بس نبقى واضحين أنت لو كنت عايزة تكملي مع زوجك فلازم يبقى فيه أول حاجة اسمعها القرار إحنا في الوقت دوت لأن كتير من الزوجات لازم يعرف الأزواج كده وفرصة أن أنا أقول للأزواج عشان يفهموا الزوجات بتعتبر إن جوز لو تجوز عليها تاني ده نوع من أنواع الخيانة فييجوا يجوا يجوا الناس للمشايخ وقولولهم لو سمحتم آه أنتو الخيانة إن الواحد يزني فأنا ما زنتش لا هو مش بتقول النداء خيانة بمعنى النداء زنة هي بتقول خيانة اجتماعية وعاطفية وإنسانية يعني إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول أنا سالس الشركين الله سبحانه وتعالى يقول أنا سالس الشركين إذا بر وصدق ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس مننا فالكلام على هذا النوع هو نوع من أنواع الغش فهي بتتكلم على خيانة الغش يعني الغدر هي بتتكلم على الخيانة بمعنى الغدر فهي بتحس إن هي مغدور بيها أشوف أنا أول ما أقول كده السيداتة تقول أيوة إحنا بنتكلم على ده فبتتكلم على الغدر هل هي صح إن المسلم يغدر بالمسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله فالزوج اللي هيتجاوز على واحدها هي بتعتبره بتقوله أنت خزلتني أنت ظلمتني كنت أقول لي وبالحقيقة يعني خلينا نتكلم على مسألة الزواج التانية اللي عايز يتجاوز يروح يتفق مع زوجته وهو ده حتى دوة اللي في التشريع اتعمل اللي عايز يروح يتجاوز يروح يقول له زوجته طب ده يمنع إيه عايز يمنع الخزلان ويمنع الظلم ويبقى خلاص رديت رديت ما رديتش خلاص طب هلأ أنا بقى كده بحرم الزواج التاني لا أنا بنظم العلاقة فإن كنت بتسئليني بتسئليني عن كلمة أقولها لزوجة حضرتك أو بقولها كده أنا بقول لحضرتك إن هي حاسة أن أنت غدرت بيها غدرت بيها ليه لأن هي كانت متوقعة إن 29 سنة جواز هتخليك ما تعملش حاجة تأذيها ولا تفاجئها بصدمة من غير ما تعرفها وده أقل حقوق الزوجات أقل حقوق الزوجات إن هما ما يفزعوش فييجي الأزواج ما يقولوا إن ما تكلم الزوجات إن هي تقبل الزوجة التانية أو الأبحاث بتقول إن قبول الزوجة التانية بينجح في نسبة كبيرة بس بينجح بالنسبة كبيرة والزوجة إيه قرارها إن هي هتكمل بلا قلب هتكمل بلا إحساس هتكمل بلا مشاعر هتكمل وهي غيرت نظارتها في زوجها وساعاتها تكمل ان ده حقه بس النسبة دي قليلة قد دي كده طب يبقى الحل هو ايه بقى الحل هو الصدق والوضوح طب ايه الحل بقى حلت الاستاذة ايمان حلت الاستاذة ايمان لازم نروح لمستشارة زواجي ليه لان الاستاذة ايمان دلوقتي ما زالت في مرحلة الصدمة والدليل على ذلك انها في مرحلة الصدمة انها متصورة انها لما تشوه صورة الزوجة دي الزوجة هيطلقها وتخرج من الكابوس ده لان ده عاملة بالزبط زي واحد حاسس انها في كابوس انا وبتكلم دلوقتي استاذة ايمان هتقول ايوة انا في كابوس لا اياه في الحقيقة مش هي دي بالعكس انت كل ما هتتكلمها عنها كلام سلبي ولزيك انا قلتلك ايه شريها من كلامك دلوقتي لان انت كل ما هتتكلمها عنها كلام سلبي قد يكون الكلام سلبي اللي انت بتقوليه ده بنعكس عند زوجك بمزيد تمسك بيها ويجي يقولي الكلام كأنه بيدفع عنها فانت تحسي ان ايه ده فياسوق الامر بينك ومن زوجك انا شايف ان الطريق انا بنصحك بتلات حاجات اول حاجة تروحوا الارشاد الزواجي عشان حد يقدر يشوف ايه الاسباب اللي حصلت دي ويقدر يعمل الكلام التاني ان انت لازم تأخذ قرارك انت عايزة تستمري مع زوجك يبقى لازم عشان تستمري مع زوجك مش هقولها نقدم تلازلات عن غير من نمط حياتنا مع بعض بشكل او باخر حيات تالتة ان زوج حضرتك لازم بشكل واضح نعود جلسة اسمها جلسة المصارحة نعود نعرفه وعمل كده ليه ولما نعرف عمل كده ليه مش مهم احنا مش مهم كده عشان نعرف انت اخطأت في ايه ونصلحه لكن احنا بنعرف ايه اللي وصلنا للحياة دي عشان ما يحصلش ان احنا نكرر ده في حياتنا المستقبلية مع بعض فدي التلت نصايح اللي انا بنصح حضرتك بيها ومحدش يجي يقول هو عمل حرام انا ما قلتش ان هو لما تجاوز جواز داني عمل حرام بس هو السؤال هل ده كان فيه شيء من الغدر ولا لأ هو اللي عايز تجاوز الناس المتمسكين انه ده حلال بيتعامل بطريقة كمان حلال مش الحلال ده بيتعامل بطريقة كمان مناسبة ايه اللي عايز تجاوز يجاوز بس يروح بكل شجاعة وكل رجولة يروح يقول لي زوجته سهلة الدنيا ايه اللي عايز تجاوز يجاوز بس من غير ما يأزي حد لان هي لما تكسر خطرها ده مش صح هيقول لي وفيه ست بترضى ان هي زوجها يتزوج عليها لما هو يروح يقول لها انا عامل كذا وكذا وكذا ويقدم لها شيء يديها حقها ان هي تختار بدل ما هي في الاغالب بيتكون موجوعة وبتعمل افعال انتو كلكم عارفينها بتحصل فيها ايه لازم الواحد يكون حكيم ويقدر الامور اللي عايز يعمل ده يقدر ايه ايه الاشياء اللي ممكن تحصل وما فيش جواز انا اسف يعني ما فيش جواز بيستخب فعشان كده انا بقول لكم نصحتي مش بقول بس الفتوى انا بقول الفتوى بقول نصحتي كمان عشان بس ايه الامور تكون واضحة معانا ام محمد من اسكندرية سلام عليكم عليكم سلام عليكاته ام محمد الفضالي لا سلام عليك يا شيخ احنا عندنا مشكلة جاتي بيني وبنزوبي ان هو طلب مني الدهب بتاعي انا عايز اعرف دلوقتي هو الدهب ده بتاعه طلب منك الدهب معلش انت حضيك بس توطي التلفزيون وتسمعين من التلفون لو تكرمتي الامر التاني طلب منك الدهب اللي هو بتاع الشبكة بتاعك صح؟ او او الدهب ده اللي هو الدهولك وقالك ده شبكتك وفيه دهب تاني الدهولك اثناء الجواز انتو بقى لكم كم سنة جواز؟ عشر سنين فهو كمان جابلك دهب اثناء الجواز فضميته ده مع ده؟ لا لا هي شبكتي بس طيب سواء كان ده انا كنت بس اقالك ليه؟ لاني سواء كان ده او ده دهبك وليكي حق ان انت تصرف فيه كما تشاقين لا ما هي دلوقتي فيه اطراف تانية دخلة في الموضوع اخوه وامه واخته وروله لا دي حاكتك انت تعاكت وشايت فيها دي حاكتك انت لازم تجيبها من دهب طيب خلينا نصح المفهوم ده عند ناس كتيرة في حياتنا الشبكة هي حق كامل للزوجة لانها جزء من المهر جزء من الصداقة حتى لو الزوج جاب لها انطار من ذهب ما ينفعش يأخذ منه شيء ده لدرجة ان سيدنا عمر لم قال للصحابة لا تغارم في المهور فجات المرأة قالت له ايعطينا الله وتمنعنا يا عمر اذا فالمهر كامل للمرأة لا يشارك فيها احد حتى لا يشارك فيها ابوه اذا المهر ده بتاع الايه بتاع الزوجة وليس من حق الزوج ان هو يأخذه اما ما يحدث في بعض الاماكن في الارياف وفي بعض الاماكن ان المهر ده هو بيديه الزوج للزوجة عشان يعيشوا بعد كده بيه في الجواز لا هذا المهر اللي بيدفعه الزوج للزوجة عشان يحل بينهم الزواج والعشرة فما يبقاش ابدا ابدا من حق الزوج ان هو ياخد منه شيء طيب هل انا بقول للزوجة بواضح حياتك عشان فلوسك انا مبقولش كده طب قال انا بقول لها ادي لزوجك الفلوس اللي هو فاهم ان هي فلوسه بقول طبعا لا يبقى الامر فيه اتزان المال ده مش مالك ده مال الزوجة والزوجة لو قدر اتساعد زوجة بيبقى ده حاجة من الشرف ومن الرفع ومن الكرم وده لان هي انسانة كريمة انسانة عزيزة طب انا بعمل ايه دلوقتي بقول اللي حاصل لكن ما ينفعش ان الزوج يعتبر ان ده ايه حقه لا مش حقك مش فلوسك واللي بيفهمك كده بيخرب عليك واللي بيفهمك كده بيفتات على الله لا الفلوس دي فلوس مهر البنت وده مهرها ومش من حق حد تاني ياخد منه مليم الا برضاها الا برضاها نعم اذا يا سادة هذه المفاهيم لابد ان احنا تكون واضحة جدا جدا على المفاهيم دي عشان نقدر الجواز يكون في حالة تصافي يا سادة سارعوا بالتصافي وخليكم دايما في المحبة وخليكم دايما في الوداد وخليكم دايما في الصفاء لان دوته ولا يخلينا دايما نعيش حياة كلها بتورينا نعمة ربنا في الزواج وكل ما الناس تصافوا في الزواج كل ما الناس كانوا في حالة سعادة كل ما ده خلاهم يشوفوا ان الجواز نعمة من المنعم سبحانه وتعالى وعرفوا يعني ايه ان ربنا غمس الجواز ده في المواد ده والرحمة وخلاه مكان مش بس للسكن ده كمان للسكينة يا رب جعلنا دايما من اهل الصفاء وجعل قلوبنا عامرة بالمواد ده والرحمة وجعلنا نسمة طيبة مليانة انوار مددك يا رب لاهلنا واحبابنا وملأ بيوتنا بالكرم والغد يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين موسيقى